وعلى الجانب الآخر من الاستحقاقات وخارطة توزيعها أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار خالد علي الكربولي عن إيقاف إنشاء جميع المشاريع الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية في عموم المحافظة حتى إشعار آخر وقال الكربولي أن مجلس الأنبار ناقش خلال جلسته زيادة كبيرة في إنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية في مناطق مختلفة من مدن المحافظة إلا أنه اتضح أن المجمعات التي تم تشيدها حاليا تكفي لإسكان نحو مليون وخمسمائة ألف نسمة ما دعا أضاء المجلس إلى إيقاف إنشاء هذه المجمعات حتى إشعار آخر في الوقت الحاضر ودعا المستثمرين إلى إقامة مشاريع صناعية في المناطق الغربية الغنية بالمعادن والفوسفات وأيضا المشتقات النفطية للنهوض بالواقع الاقتصادي ولتشغيل العاطرين عن العمل ترجمة نانسي قنقر